حكومة المصرية زودت فواتير الكهرباء من شهر تقريبا حاجة زي كده وبعدين قالت بقى انها تقطعها في 15 تسعة فبدأت الناس الايام اللي فاتت تجيلها اول فواتير كهرباء عالية اول فواتير كهرباء زيادة فتعالوا نشوف مع بعض كده شكاوى من بعض المواطنين من ارتفاع الفاتورة الاولى بعد رفع اسعار الشرائح في الكهرباء نبدأ من الرسام والمخرج احمد عز العرب بيقول هلني ما طلبه مني محصر الكهرباء فطلبت ان يراجع البيانات ويتأكد من الرقم مديلي ايده بالجهاز الشيلو عشان اقرأ بنفسي الشاشة المنيرة وقال الاسم والعنوان ورقم الشقة المبلغ مكتوب بالاعداد والحروف العربية 1200 جنيه تعجبت 1200 جنيه استهلاك شقة سكنية في شهر انقطاع الكهرباء يوميا بانتظام شقة لا يقيم بها الا ثلاثة افراد مش ورشة خراطة ولا فرن كهرباء بهدوء تركني اقذف كل علامات التعجب والدهشة ثم قال اسعار الكهرباء زادت 40% يا استاذ وانا عبد المأمور رضخت وقلت كلنا عبيد السلطان الجائر وتسألت يا ترى هقدر ادفع فطورة الشهر الجاي ولا لا در السام والمخرج احمد عز العرب تعليقا على زيادة الفواتير وعلى اول فطورة للكهرباء هيتم دفعها طيب الدكتور متحة نافع الخبير الاقتصادي ايضا كتب عن اول فطورة بعد الزيادة وقال ثواتير الكهرباء غير منطقية وغير مقبولة احنا مش حرمية عشان ندفع ثلاث اضعاف زيادة مرة واحدة مين في مصر ممكن دخله يسمح بدا غير تجار المخدرات وتجار الاثار برضو ده كلام كويس من الدكتور متحة ليه الناس بتدفع الضعف ثلاث مرات لكن الناس كمان على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت قراءها عن ردود الفعل على اول فطورة بعد الزيادة الاخيرة نتابع حسين عادل بيقول قال لحد في مصر جاله فطورة مضروبة في اتنين او تلاتة يعني سرق عيني عينك يعني نقطع الكهرباء ونقول تخفيف احمال يا ندفعهم لك على الفطور ما شفتش دولة ما بتحترمش المواطن ولا عملا له اعتبار زي مصر ابدا ده حسين تغريدة اخرى فطورة الكهرباء اخر اربع شهور شهر خمسة 250 جنيه شهر ستة 420 جنيه شهر سبعة 1020 جنيه شهر تمانية 1980 جنيه معلش الزملاء او انا اخل الصورة موجودة وخليني انا افتح الكالكولاتور كده ونشوف مع بعض يعني من شهر خمسة لشهر تمانية زاد السعر كم مرة 1980 على كم او ايوة تقريبا سبع مرات سبع مرات مش في سبع شهور مش في سبع سنين الرقم انا بتكلم على التويتو ما بتكلمش بشكل عام في مصر بتكلم على الارقام اللي هو قالها 250 و1980 يعني تقريبا زادت سبع تمن مرات تقريبا من شهر مايو لشهر اغسطس تلت شهور او اربع شهور خمسة ستة سبعة تمانية اربع شهور فواتير اربع شهور يردمين يا جماعة دا يردمين دا في اي دولة في اي نظام في اي مكان ممكن يحصل فيك كلام دا طب انت زودت مرتبات الناس سبع تمن مرات زودت مرتبات الناس يا سيدي نسبة وتناسب مع زيادة فواتير الكهربا ما هم يجيبوا منين يعني انا لما بدفع متين في شهور خمسة لقيتهم الف تسعمائة وتمانين الرقم مخيف الرقم مرعب بالزبط كده انت استعربيتك تلتمية فجأة لقيتهم بيقولك بقى الفين طب ما انت ازاي هتجيب منين بالزبط كده فكر ايجار بيتك خمسة تلاف فجأة قالك خمسة وتلاتين الف طب ما هو مستحيل يا جماعة على فكرة النسبة والتناسب في اي حاجة يعني احسبها بالشكل دا سواء ايجار سواء استعربيا سواء فطور الكهربا سواء اي حاجة يعني بالعقل والمنطق ازاي ونرجع نقول الناس ليه نزلت تدور في الزبالة ونزلت تدور في على الكنزات وازايز المية ما هو انت لما تضعف لي بند واحد بس ما هو جماعة بصوا عارف انت الورقة اللي هي بتبقى كده وفيها سطور ومربعات وانت بتعمل تيك علامة صح صح او غلط اللي هي بتبقى كده فانت مسلا عندك ايه انا عندي الايجار وعندي مصاريف الاكل والشرب وعندي فطورة الكهربا فطورة الغاز فطورة التليفون فطورة النت لبس الولاد مواصلات المدام بنزين العربية مش عارف كزا كويس؟ بنود 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 كتير 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 بعدين انت بتعمل ايه؟ بتيجي انت عندك ستة تلاف فده بند ده تمام خد الفين ده خد الف ده خد متين ده خد خمسمية ده خد تسعمية ها طلع الاجمالي كامل اللي احنا محتاجينه تسعة تلاف يعني احنا معجزين في تلات تلاف انت يا ابني هتنزل تلمي لنا عشرة كيلو كنزات وانت يا بنتي هتلمي تسعة كيلو ازايز فضية وانا هشتغل شغلنا تانية واموكو هتروح تعمل مش عارف كده وهنحاول ناخد مساعدة مش عارف من مين في الاخر نجيب تسعة تلاف وخمسمية ها الحمد لله عدة الشهر ده فاصلا الشعب المصري ماشي بالطريقة دي مع عدل خمسة في المية اللي تكلم عنهم محمد الضماطي بتاع دمتي لما انت تيجي تقوم عمل له بند من البنود الخمستاشر ولا العشرين اللي بيعلم عليهم دول وبيقعد يفكر يغطيهم ازاي تضرب له بند فيهم في سبعة مرة واحدة انت راجل مفتري لا عندك ضمير ولا عندك مسئولية ولا اي حاجة خالص انت راجل جاي تفرم الناس دي فده شيء غريب جدا الحقيقة يعني شيء مالوش اي تفسير غين انه سيء الذكر جاي عايز يفتري على الناس بشكل او باخر طيب نروح ليه خبر اليوم السابع اللي برضو فيه حاجة غريبة شوية انت دلوقتي زودت الفواتير وخربت بيت الناس صح اه وبعدين وبعدين خلاص دمرناهم خربنا بيتهم وصلناهم انهم ما ينبشوا في القمامة نهم نعمل ايه فالناس مش هتدفع لانه مش كل الناس قادرة فنستنى عليهم ابدا هنلغي عنهم التموين ممكن لكن هنتصرف ازاي نفرض عليهم غرامة وده اللي اليوم السابع بتتكلم فيه تعالوا نشوف الكهرباء تبدأ تطبيق غرامة 7% على المتأخرين عن سداد الفاتورة الشهرية قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية من المقرر ان يتم تطبيق الفاتورة دي بجميع الشركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بدءا من اول سبتمبر الجاري قرار تطبيق غرامة تأخر سداد فاتورة الكهرباء ده في اطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عشان يحفظوا على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسار المالية اللي بيتعرض ليها قطاع الكهرباء طيب الحكومة لما هتطبق غرامة السبعة في المية على الناس اللي رفعت عليهم الفاتورة بقيمة 30-35% تقريبا الشهر اللي فات لما هتطبق الغرامات اللي هي الفواتيل اللي اتضعفت مش عارب بنسبة كام هتلم كام بقا تعال نشوف كده الحكومة هتكوش من جيبك على كام العربية مصر تتوقع نصف مليار جنيه حصيلة غرامات تأخر سداد فواتير الكهرباء قالوا انه مصادر بوزارة الكهرباء انه بعد تطبيق غرامة السبعة في المية على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء مصر هتعرف تجمع خمسمائة مليون جنيه يعني نصف مليار جنيه وقالوا ان القرار ده هيبدأ يتطبق على فاتورة استهلاك سبتمبر ولو المستهلك ما عرفش يسدد القيمة تلت شهور هيتم انظاره وبعدين هنرفع العداد مع التزامه بسداد كل المستحقات وكل الغرامات ويدفع رسوم جديدة لتركيب العداد وانه قرار الغرامة ده بيسرع على جميع المشتركين في المنازل والمحلات لانه هم النسبة الأكبر من مشترك الكهرباء في مصر مش هيكون فيه أي تخفيض أو إمكانية لتقليل الغرامة المفروضة على فاتورة الاستهلاك والسبيل الوحيد لتفادي ذلك هو السادات في الموعد المحدد يعني بص الحكومة هنا عملت قعد مصطفى مدبولي يونس شلبي بيهز راسه مع الحكومة بتاعته وقالوا جماعة واضح انه في قرار انه سيء الذكر ما يظهرش كتير واضح انه الحالة مش ولابد يعني فاحنا عايزين نبسطه فنعمل ايه؟ فمحمد عبداللطيف وشركاء يتكلموا عن البرمجة ويطبقوا البرمجة ويزبطوا البرمجة والكلام ده كله وإحنا نجيب الكلام اللي قالوا قبل كده نخليه هو القوانين الحاكمة للدولة دلوقتي فالقانون الحاكم هنا في الكهرباء ايه؟ هتدفع يعني هتدفع مين اللي قال ده؟ سيء الذكر فيه خطاب سابق فهنا اعتمدوا الفكرة بتاعة الدفع وهنا مش بتدفع عشان تاخد خدمة لا احنا هنا بنخرب بيتك وانت بتدفع وبنفقرك وبنخليك متدور في القمامة على الكنزات الفضية عشان تجيب دخل إضافي وفي نفس الوقت احنا متأكدين انك هتتأخر عن السداد لان احنا ضغطناك وحلبنا فلوسك وخدنا منك درائب فوق لتنين تريليون جنيه وضغطنا عليك في الحد الأدنى ومنفذناش في كل الأماكن فانت اكيد هتتخلف على السداد فتجلنا بقى واقع نقوم ضربين الغرامة في وشك 7% عشان نلم منك نصف مليار جنيه ونعمل سبوبة حل فالحكومة هنا بتحاول بكل الطرق انها تدفعك خلي بال حضرتك الأسبوع ده ويمكن الأسبوع اللي فات كمان بس الأسبوع ده أكتر معظم الكلام اللي بنتكلم فيه هو طريقة أو طرق أو وسائل أو أفكار أو خطط أو استراتيجيات من الحكومة عشان تحلب بيها المواطن وتخرب بيته مفيش حاجة واحدة قلناها في مصلحتك مفيش حاجة واحدة قلناها انهم زودوا كذا أو عام لا 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 هو بيرفع دعم وهيخليك تسرق طيار وهيقطع عليك الطيار وبيزود سعره ولما ما تدفعش الفطورة هيعمل غرامة ولما ما تدفعش الغرامة هيرفع العداد وبعدين يحرمك من التمويل وبعدين يخرب بيتك وبعدين يحبسك وبعدين يدفع غرامة تاني وهكذا تفضل حضرتك بتلف في دوامة دفع الفلوس مع انك يعيني دافع اتنين تريليون جنيه درائب هم بياخدوها يدفعوا بيها فوايد الديون بتاعتهم